اهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اية في حكاية اية اليوم من سفر التكوين صح 1 اية 12 يقول الكتاب المقدس فخرجت الارض عجبا وبقلا يبذر بذرا كجنسه يعني ايه يبذر بذرا كجنسه يعني كل حاجة طلعت من نفس الحاجة بتاعتها مثلا شجرة طفاح هتطلع طفاح حاجة الرمان طلع رمان حاجة برتقان هتطلع برتقان مفيش حاجة طلعت حاجة مختلفة عن البذر بتاعها يبذر بذرا كجنسه يطلع بالزبط زي الجنس بتاعها وده بيورينا كتير في الحياة المسيحية وفي الأسرة أهمية القدوة القدوة حاجة مهمة قوي طبعا حلو اللي احنا نحاول نعلم ولادنا حاجات أو نقولهم حاجات لكن يرجع في الآخر اللي هيخدوه أولادنا هم اللي احنا عايشين ومش اللي احنا بنقوله كان فيه كلمة قالها أب كاهن من بن مذار قد سابون عجايبي يوسف قال كلمة جميلة قوي أنا بعتز بيها وبقولها كتير أما بيقوله أولادنا مش هيطلعوا زي ما احنا عوذين أولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين يعني فعلا أولادنا بيطلعوا زي ما احنا عايشين يعني البيت اللي فيه جو المحبة تلاقي العيال طلعه على المحبة شربة المحبة لما الأب يتكلم عن إخواته أو عمام الولاد وخلات الولاد وخلان الولاد والأم تتكلم عن برضو العمام والعمات بطريقة كويسة عن الحمى والحماء والجد والجدة لما يكلموا عن الأرايب لما يكلموا عن الجران لما يكلموا في ظهر أي حد بطريقة كويسة فالعيال تطلع شربة المحبة وأما الأب والأم يخفروا أخطاء الآخرين اللي أولاد يطلعوا شاربين الغفران فدي حاجة تلقائية يعني كويس نحن بنجيب أولادنا الكنيسة وبنصلي وكل حاجة بس أهم حاجة القدوة القدوة أهم من مئة وعظة ومئة كلام ومئة تعليم أو أهم يعني هي البداية هي الأساس بدون القدوة يبقى كل حاجة دي يعني زي ما قال الكتاب نحاسا يطنه سنجان يارين فالقدوة دي أعظم معلم فعشان كده مهم جدا ناخد بنا إحنا قدمنا البذرة إيه لأولادنا إيه البذرة طلعت إيه حاجة كجنسه لو أنا مثلا كلامي مش حلو باشتم كتير قوي فطبيعي أولادنا هيطلعوا باشتموا أوقات بنلاقي ولد يقول شيتيمة صعبة قوي نعرف إنه شيتيمة دي اسمها فين في البيت ده الكلمة اللي بتتقال كتير في البيت فأوقات كتير تبقى حاجة طبيعية أولادنا بيتشربوا الأب والأم بدون ما الأب والأم بياخدوا بالهم في كل حاجة فطبعا دي حاجة خطيرة جدا أوقات بتبقى صعبة جدا أوقات بتحزننا لكن برضه أوقات بتفرحنا إن زي إحنا ممكن نأثر في أولادنا بطريقة غير مباشرة لكن فينا سوقت بطريقة قوية جدا فكل بيت كل بيت عبارة عن شجرة تبذر بدرا كإيه كجنسه زي ما قال في سفر التكوين صح 1 آية 12 لإلهنا كل مجدو كرامة لأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر